للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا منا بيروت إلياس فرحات الخبير العسكري أهلا بك سيد إلياس إذن هذه القنابل التي استعملتها إسرائيل في عملية مواصي خان يونس هي قنابل جدام الأمريكية الذكية ماذا نعرف عن هذه القنابل وطريقة استخدامها هذه القنابل كما هو من اسمها جدي اي ام أي جون دايركت اتاك مونيشن ذخيرة مشتركة للهجوم المباشر وكما تفضلت بالتقرير الذي استهليت به الفقرة أنها توجه بالقصور الذاتي لإنرشيا وأيضا توجه بـ Global Positioning System أي نظام تحديد الموقع الدولي وقنابل دقيقة جدا وهي تطلق من طائرات كما ذكرتم أيضا في 15 16 و22 و35 من الواضح أن هناك طائرة حربية أو طائرات حربية أطلقت هذه القنابل من القوات الجوية الإسرائيلية وأن العملية مخطط لها على مستوى عالي وتبين فيما بعد أن رئيس الوزراء نتنياهو كان يتابع هذه العملية المهم في هذه القنابل هي دقة الإصابة للهدف على الأرض لكن الهدف على الأرض كما علمنا هو نواصي خان يونس مخيم نواصي خان يونس حيث أطلقت ثمان قنابل عليه وهذا هو مخيم مع أن كل قنبلة من هذه القنابل تخترق بعمق دحو 11 مترا وبقطر 15 مترا ولديها قدرة على اختراق دحو 37 سنتيمتر من الحديد وأيضا نحو 3 أمتار من البطون أو الخرسانة لذلك كانت إسرائيل تهدف من هذا القصف بهذه القنابل إلى إحداث خرق تحت الأرض وربما إصابة مراكز قيادة وسيطرة لحركة حماس أو إصابة مقرات للقادة في حركة حماس كما علمنا فيما بعد عن استهداف محمد الضيف ومساعده لكن تبين أن الهدف لم يكن إلا مدنيا ومن دون أن تصيب الهدف العسكري أصابت عشرات أو سبعين مدنيا قتلوا حتى الآن وهناك عشرات الجرحة وطبعا من دون أي ردة فعل خصوصا لجهة ما صدر عن إدارة الأمريكية من أنها أوقفت شحن هذه القنابل ويبدو إما أن الإدارة الأمريكية تسترت عن شحن كمية من هذه القنابل أو أن إسرائيل بحوزتها كمية من هذه القنابل خصوصا التي تبلغ زنتها ألفين باوند يعني ألفين رطل نحو تسعمائة كيلو جرام وهذا قادر على إحداث مثل هذا الدمار والخلق والمجزر الكبيرة في مواصي خانيونيس سيد فرحات عادة طبيعة العمليات التي تستخدم فيها هكذا نوع من القنابل لأنه إذا كنا نتحدث عن هذه المرحلة من العمليات الإسرائيلية في المناطق في قطاع غزة وغيرها بأنه كانت تريدها البلاد المتحدة بأن تكون عمليات جراحية يعني عمليات محددة بدقة على أهداف محددة وتلافي حدوث أضرار بشرية ولكن ما رأيناه مختلفة بالتالي هذه القنابل لأي نوع من العمليات هي مصممة ومجهزة يعني طبعا كل ما نراه دائما مختلف عن ما يقال أن عملية جراحية لم نشهد أبدا أي عملية جراحية فيها على جبهة غزة لم نشهد إلا تدمير وتدمير قوي جدا لأبنية ولمدارس ولمستشفيات وغيرها ومثل هذا التدمير يعني هناك حسابات عند القيادة السياسية في إسرائيل والقيادة العسكرية أخذت بهذه الحسابات أنه ربما أن يتحقق هدف كبير يعلنه نتنياهو يعني إشارة نصر في هذه المعركة بقتل أحد قادة حماس أو يعني الوصول إلى مراكز القيادة والسيطرة فيها باستعمال أكثر القنابل قوة وتدميرا وتطورا وهي هذه القنبلة التي تزن نحو الفين راتل وهذا أشد سلاح تدميري تقليدي في العالم يعني يستخدم وطبيعي أن تكون الإدارة الأمريكية في جو استخدام هذا السلاح وموافقة ضبنا أن لم تكن يعني غير معارضة يعني بأحسن الأحوال نظرا لأن نتنياهو يفتش عن نصر معين يرافق هذه المفاوضات الغامضة التي لم يعلن عنها شيء حتى الآن المهم أن المدنيين هم العنصر الضعيف لقد قتل العديد من المدنيين ودمرت المنازل ودمرت البيوت ولم يسأل عنها المجتمع الدولي ولم تسأل عنها الدولة التي تزود إسرائيل بهذه القنابل والشركة وهي شركة بوينغ التي تصنع هذه القنابل يعني هناك خط إنتاج ببوينغ يصنع نحو 130 قنبلة من هذا النوع طبعا كل هذه القنابل التي تصنع سوف تستخدمها إسرائيل في التدمير في حربها الجارية حاليا شكرا لك من بيروت لياس فرحات الخبير العسكري على هذه المشاركة معنا ترجمة نانسي قنقر